مع تطور الإعلام الرياضي بلشت رويتب بعض الرياضيين وخصوصة بالأندية الكبيرة ترتفع وتخرج للعلن خلينا نستعرض بحلقة بوديوم لليوم على 10 أجور لرياضيين بالعالم لسنة 2018 بحسب تصنيف مجلة فوربز الأمريكية مع الهلم أنه من ضمنت القائمة أي امرأة حتى أسطورة التنس الأمريكية سرينا وليامس الأمر يلي قعد فتحني أشف جوة الرويتب بين الرجال والنساء بمجال الرياضة منبلش بالأدترس شويس وهو لاعب الجولف الأمريكي تايجر وودز يلي برغم من أنه بعده عم يتقاضى أجر عالي نسبيا إلا أنه من سنة 2013 ما فيز بي ولا أي بطولة المرتبة العشرة ماتيو ستافرد لعب فريق ديترويت لايونز للكرة الأمريكية 59.5 مليون دولار المرتبة التاسعة معت راين لعب الكرة الأمريكية بفريق أتلانتا فالكنز 67.3 مليون دولار المرتبة التامنة ستافن كاري 76.9 مليون دولار اللاعب المشهور بسولي سييتو يلي قاد فريق الورييرز للفوز ببطولة الـ NBA ثلاث مرات وإخرها السنة لـ 2018 المرتبة السابعة أسطورة التانس السويسري روجي فدرار 77.2 مليون دولار فدرار هو واحد من أفضل اللاعبين بتاريخ رياضة التانس ومن أكثر شعبية بالعالم كما أنه واحد من سبع لاعبين قدروا يفوزوا بالبطولات الأربعة الكبرى المرتبة السادسة نجم الـ NBA لبراون جيمز 85.6 مليون دولار جيمز وصل فريق الكافلييرز هالسنة لنهائي بطولة الـ NBA مع تحطيمه 5 أرقام إياسية بموسم 2017-2018 أبرز رقم مايكل جوردن بعدد المباريات المتتالية يلي سجل خلاله فوق العشر نقاط المرتبة الخامسة نجم منتخب السامبا نيمار 90 مليون دولار يلي كان انتقاله لفريق PSG أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم المرتبة الرابعة كونر ميغراجر مؤاتل الفنون الإتلي المتنوعة أمامي 99 مليون دولار يلي مباراته مع فلويد ميواذر جمعت 600 مليون دولار المرتبة الثالثة نجم كرة القدم البورتغالي كريستيانو رونالدو 108 مليون دولار فرونالدو حاز خمس مرات على جائزة البالوندور وقاد منتخب بيليدو للتربع على عرش بطولة القارة العجوز وفريق ريال مدريد للفوز ببطولة تشامبيونز ليك ثلاث مرات متتالية المرتبة الثانية الأرجنتيني لاين الماسي 111 مليون دولار يلي كمان فاز خمس مرات بجائزة البالوندور لكنه مش ربحان ولا لقاب مع منتخب بيليدو الأرجنتين المرتبة الأولى فلويد ميواذر مليكامي 285 مليون دولار وهالمبلغ حصل عليه بمباراة وحدة بس وهي اللي جمعته بكونر ميجراجر وفيس فيه بعد عشر جولات بالضربة الآضية شو رأيكم بنتيج هالبوديوم؟ ما تنسوا تتابعوا موقع النشرة اللي رح يقدم لكم كل أسبوع بوديوم جديد عن مواضيع بتهمكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة